اشتركوا في القناة لتعزيز الامن الغذائي وتطوير صناعة الغذاء في مملكة البحرين تمضي مملكة البحرين وفق خطتها الاستراتيجية في مسار تعزيز الابتكار والتطوير في الانتاج الزراعي والحيواني وتأمين مصادره حيث يزخر تاريخ المملكة بتنظيم المعارض المتخصصة في مجال الامن الغذائي على مستوى المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي حيث تفضل صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة طيب الله ثراه بافتتاح المعرض الزراعي الاول عام 1957 والذي اقيم في حديقة الاندلس واستكمالا لهذه المسيرة الخيرة اولى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله اهتماما بالغا في المحافظة على الموروط العربي الاصيل من خلال اطلاق النسخة الاولى لمعرض الانتاج الحيواني مراعي في العام 2010 برعاية ملكية سامية لتأتي وتكشف عن تاريخ وحضارة المملكة التي تسخر بشتى انواع الحيوانات والطيور هذه المعارض المتخصصة في المجال الزراعي والحيواني في نساخها الخمس الماضية جسدت رؤية مملكة البحرين في الحفاظ على الثروة الحيوانية والزراعية وحماية البيئة والمساهمة في الامن القذائي والذي يعتبر عاملا رئيسيا ضمن برنامج حكومة مملكة البحرين التي حرصت بدورها على تطوير المعرض وجعله منصة لتروج لخططها واستراتيجيتها في مسار تعزيز الابتكار والتطوير في الانتاج الزراعي والحيواني وتأمين مصادره والاستفادة من التكنولوجيا والتغنيات الحديثة في تنفيذ مختلف المشاريع الريادية الحيوية بما يتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030 واليوم يأتي معرض البحرين الدولي للانتاج الحيواني بنسخته السادسة هذا العام بحلة جديدة وصورة مبتكرة عبر استغطاب شركات عالمية وجذب الخبرات الرائدة في مجال الانتاج الزراعي والحيواني للمشاركة في مثل هذه المعارض النوعية المتخصصة على مستوى المنطقة الأمر الذي يبرز البرامج والمشاريع التي تستهدف مجالات التنمية الزراعية والبحرية والحيوانية لتعزيز الامن القذائي وتطوير صناعة القذاء في مملكة البحرين من خلال ما توفره المملكة من منظومة متكاملة تدعمها البنية التحتية واللوجستية والغوانين والتشريعات المحدثة إضافة لتمتين الشراكة مع الغطاء الخاص وصولا إلى تكوين قاعدة تسويق قوية على مستوى عالمي وفق أحدث المقاييس والمعايير المتبعة ترجمة نانسي قنقر